اشتركوا في القناة ترى احنا عدمنا القيم السنة الجاية ان شاء الله هيكون اثبت هم قالوا واردي كذا مرة السنة هذه انتم تغيرات مرة كثيرة وتأخروا فيها ونزلوها كلها السنة هذه فالسنة هذه متوقع ان القيم يكون متغير مع كل باتش السنة الجاية هيكون في تغيرات بسيطة مش التغير الجدري زي ما صار في سنة هذا في كل الحالات خلينا نكمل على 8 فاصل طبعا بايك نزل واللي بغا يدور على شرح بايك يدور على اونلاين مبدئيا انا ما عسد بشوف احد في العرب بنزل شروحات على الشامبينز مبدئيا غير رادي جيم سابقا وما ادري اذا ما زالوا بنزلوا اذا كانوا بنزلوا حتشوفوا في قناتهم اذا ما كانوا هينزلوا ان شاء الله انا اكون دوروا عليه نبدأ بانيفيا سوى لها بف ما هو نرف كلنا عارفين انيفيا يعني 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 دائما واحد يلعبها يلعبها دائما اللي لعب نيفيا يكون مين انيفيا ما يلعب ال Wennya وانيفيا عامة الحاليا كويسة بالذات اى لدي James اللي عطوا لها شوية خب في بداية الجيم الكيو بدl 12 ثانية و 10 ثمانية والريشيو قدامج حقها 45 ففي بداية الجيم بس زاودوا recharge هذا ميفريك في بداية الجيم لان ما يكون عندها items بس الميت جيم قدامج حقها عالة شوية في late game مازالت power horse ان يعنيöl جيفيا كويسة بالذات في low elo ممكن تلعبها مشاكلها مرة قليل يعني مو مشاكلها مرة قليلة هي الكت حقتها ما تنفع في العائل ومين لي بس انه ما عندها الانويه بس عندها البيضة حقتها دقيقة اعمل انصح صراحة اللي يلعب مد في اللو عائل ويلعباني في غريفز عشان كل التغيرات اللي صارت في الجنغل الثانيين خلته يطلع للميتها مرة تانية بطريقة عظيمة صارت الحين مين صارت الحين توب تير ولا استير ولا من احسن الناس اللي يجنغل فالدوله شوية نرفين بسيطة ما حتتأثر فيه ما حتخرجه من الجيم ما حتسوي فيه اي حاجة هيبقى استير كويس وغريفز ما زال يستاهل تبنده ويستاهل تختاره كل اللي يسووا عليه نقصوا الايدي حقه من تسعة وستين والار زودوا الكولداون عشرة فنو هذا كلها ايرل خازيكس حتى هذي اللي يسووا على خازيكس لديه مرة كبير احتمال كبير يطلعوا من الجيم حاليا او لما نقول يطلعوا من الجيم معناها يطلعوا من الميتا يعني ما حتشوفوا استير ما حتشوفوا احسن واحد ما حتشوفوا فيه السياس يلعبوا هذا كلمة ميتا لما انت قال معناها احسن في الباتش الحالي من منظور مش من منظور البرونزيز اوكي في كل الحلات التغيير الاساسي اللي صار فيه الار الكولداون نقصت الكولداون حقها ليت كيم يعني سووا لها بوف في الكولداون النقص يعني فترة الاختفاء نقصت ال-Evolved Stealth Duration بعد ما تسوي لها تسوي لها تحديث أو update ال-Evolved حقتها ال-R تصير ال-Duration حقتها ال-Evolved Cast 2 within 2 seconds 3 في 10 ثواني أول كان ما تقل سوي لها مرتين كل 10 ثواني ده هذي تقل سوي لها 3 كل 10 ثواني بس في ينبه كان أول أول ما تدخل في Bush إيش يصير فيك في لك Stealth هذي شالوها وهذي اللي خلتنا نقول استمال كبير خازكس هيطلع من الجيم بسبت أشياء لهذه أول كانوا يتدخل البوش ما فيه؟ أهم ما فيه بس زودوه لك ال-Evolved انت لازم بنفسك تضغط Evolve فهذي قبل ال-Reward حق خازكس الزمان كان نفس الطريق فهذا التعديل هيخليه less assassinating الله أعلم أظن ما عاد حنشوفه في الهائلو بس ما زال ممكن تلعبه في الهائلو ما عندك أي مشاكل كندرد مسلسل البفات أظن حق كندر مازال مستمرة على اساس بيحاول رجوع القيم في طريقة هذا ثالث بف ولا رابع بف خلال الخمسة باتشات اللي فاتت ماركو في كندرد كانت تطلع أول مارك بعد خمسين ثانية صارت بعد أربعين ثانية أول واحدة كانت تطلع اتنين وعشرين ده حن صارت اتنين وخمسة وكل مارك تيجي بعدها بقدر خمسين ثانية أربعين ثانية بف صغير بسيط تفيدو حبتين شوية اللي يلعب في العم كندر كويس معناها هيقدر يستفيد من الكلام هذا فإنه قدري ستك وأسرع أتنسى إن كل الفكرة في الماركس إنه والله كل ما تاخد مارك تاخد الستاكل يعطيك ايدي زيادة I think تاك سبيد زيادة ولا بس ايدي ما نفاكر وكل الحالات ده حين تكيرت ستكه أسرع أوكي البلانك وانتاني البلانك كان ناو كيو اب دابلو ديستورشن ان ار ميميك ديستورشن هذي هتتعرف الكونسبت اف ابيليتي كيوين او اتاك او اتاك و ابيليتي كيو معناها تضغط ابيليتي وتضغط التانية يقوم يسوي الأولى وبعد ما يخلص الأولى يسوي الثانية بنفسه مو لازم تستنى إلينا الأولى تخلص بعدين تضغط التانية فا ابيليتي كيوينج و ايدي و او اتاك كيوينج هذي concept معروف فيه في كل الحالات هذا حاجة كويت هذا اعتبره تحسين لحياة البلانك بف لسن لسن بالذات بعد ما شاله منه الاسمه هي الترينكت اللي تدي قل عدد الناس اللي لعبوه كثير بعدين رجع الوضع الطبيعي بالزات في الاوتي بيز حقونه بيعطوله شوية محبة ولو على اساس يرجع للجيم اوكي الباسب فلوري بكل بساطة التأديل الاساسي كله صار والله انه يرجع لك انرجي زيادة مع الاوتواتاكس اللي تسويها بعد الباسب فلما تسوي ability الضربة الاولى بعد الباسب فاكري ان الباسب حقته لما تضرب ability بعدها بسرعة يسويها الاولى ترجع لك عشرين تلاتين اربعين ماناة التاني ترجع لك عشر خمسة هيفرق معه كثير؟ ما هيفرق معه مرة كثير ممكن حيخلي الكلير حقه شوية اكشلي ما هيفرق لانا السي دي آب ما هيفرق مش هيفرق ما هي مشكلاته الحالية ماني شايف اي حاجة ممكن استفيدها من الكلام هذا غير انه والله حيكون عنده ام لو هو ليسين ما هو كويس مفاهم حيكون عنده انرجي زيادة لانه ليسين اللي فاهمين دايما نجي الانرجي حقهم الباقي كل له هذا تايمر display showing second cast ability طلع لك تايمر على الكيو متى قد تسخدمها عشان تضغط الكيو الاولى الكيو التانية ال W الاولى ال W التانية متى جاء ديك تايمر فوق يوري قداش باقي را كان for a support with so much hard engage يقول لك عشان مدام في support يسوي يعني engage مرة جامد نبقى نخفف الأسستين حقه فايش قاموا قاموا الكيو انتو فاكرين تضرب كيو بعد ان ترجع تجرب واحد تدي له هيل الهيل حقها نقص من 22.5 لـ 18 نهاية تدقين 150 مئة وعشرين قال له الهيل عشان عنده engage الاي حقته الشيلت حقها برضو قال له فهذا معناه يعني auto attack اه عشرة في بداية game is not that ما اقل من auto attack في هذا ما زال را كان sustainability الانجاج ما زال زي ما هو تالية تغيير عظيم كبير جامد هيخلي تالية احتمال كبير ترجع الجيم وبقوة ان هي اصلا مو انها اختفت يعني فاكرين في RCS في السلسلة اللي فات هذا القريب كنا دائما نشوفها في في specific matchups عامة اه يعني عامة كانت تالية مرة متازة في rotations وفي اه وفي شي اسمه في split push بريت عشة تسوي rotation سريع ام ما زالت مرة كويسة سوو لها اه اه سوو لها بف مرة جامد على wave clear حقها سوو لها بف مرة جامد على mana sustain حقها ما زاد roaming potential حقها مش بطال صحيح اننا سوو لها نرف على 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 ال على ال بس سوو لها بف مرة كبير على خليني يمشي الموفمت سبيد زادت من 325 إلى 340 هذا معناه تقدر ترجع اللين اسرع ممكن تنزل فوق تنزل تحت وتطلع فوق اسرع غدا النظر هي تستخدم العلت عشان تنزل وتطلع ولا لا الهلث في بداية الگيم زاد الباسف الروكس سيرفين ماكسيمم موفمت سبيد زاد من 20% إلى 30% في بداية الگيم إلى 45% نهاية الگيم هذا معناه تقدر ترجع اللين اسرع تقدر تسوي back time حقها حسار تقدر تسوي back time بعد ما تسوي بوش على طول وترجع اللين مرة بسرعا الكمبات لوكاوت يعني حتى الباسف هذا كان يجلس بعد الكمبات يعني خرجت من الكمبات خمسة ثوانية بدأت نشتغل الآن ثانيتين يشتغل بالعكس هذا التغيير أشوفه مفيد جدا لها للروكس ماهو مش العكس الكيو الكيو شالوا منها مجموعة حاجات كثيرة ضروري فيها while on work ground لما نكون عارفين لما تسوي ability لما تسوي الكيو حقها الكيو تحتك العرضية تتحول كده دائرية يسموها work ground لو انت فوق الwork ground الكيو الجاية تأخذ واحد مانا بس والقول دائم حقها نقص من 11 إلى 9 هذا معناه هيكون عندك كمية احتمال كبير wave clear موطبي او بلاش هتأخر wave clear بدلا ما اول كانت شي تسوي كانت تسوي الكمبو كامل اللي هو والله كيو وي انتشيل الوايف كاملة اممكن تسوي داحين كيو اي كيو بس مانا ما تروح وطبعا كمية البوك اللي هتسويه بالكيو هتصير لين بولي عشان الكيو موجودة هتصير برضو مو طبيعي طبعا بداية الجايم يثير حقها مشاه على الليفل الثاني على الليفل الثالث على الليفل الثالثة على الليفل ثلاثة في الكيو وهذا احتمال يعني يكون عليها الليفل أربعة الليفل خمسة طوحين ليفل خمسة فعندها power spike مرة كويس فيها الW نقصوه اللي هي تحطها تحت أط كده تسحب واحدة لورا من 16 ثانية إلى 12 ثانية الـ Unraveled Earth Initial Unexplosion الدامج حق الرمية والتفجيرة نقص من سبعين مية وخمسين لخمسين مية وخمسين وهذا اللي يخلي الـ Wave Clear في بداية الجايم حقها يقل تكا الـ Wall Duration صار خمسة ثواني بدل ما هو ستة سبعة ثواني هذا بوف جامد على poke على roam وعلى يعني يمكن نرف بسيط على Wave Clear في بداية الجايم بس الـ Change هذا مرة كبير أظن أظن من وجهة نظري حنخلي نشوفها في كل جايم فايل وفي LCS أظن حيخليها بان ورثي عشان هذا أرقود ما أدري ليش واحد فكر إنه أرقود نبغى أرقود يتلاعب jungle وقاموا ودخلوا فيه شوية تعديلة كده قال لك نبغى يلعب jungle الـ Collision Radius نقصوه أظن Collision Radius لما يروح يضرب واحد بالحركة حقاته ما يفكر هي الـ E ولا الـ W الـ E اللي يروح على واحد وسحبه على ورا كان الـ Radius حقها 80 كان أكبر الـ Range حقها 80 كده صار كده أظن هذا اللي فهمت منها من يمتأكد صلاة هذي من يمتأكد الـ Base Attack Speed زوده من فاصلة 5.9 إلى 5.6 إلى 5.6 إلى 5.6 الـ Passive Max Damage to Monsters زود الدامج على المنستر يعني jungle can now be cast during other abilities يقدر يسوي الـ W وهو يسوي ability ثانية هذه ability queuing الـ Fear Orgut is no longer rooted while grinding a victim to that لما يسوي الـ Alt حقته كان يوقف في الأرض ما يقدر يتحرك دا حين يقدر يمشي ما سوي شيء الـ Orgut تفضلوها for fun okay for fun بس فيكتور من زمان كان في باتش عظيم عليم مغير وطلّوا من الـ Game completely ولهم فترة طويلة هم بيحاولوا يرجعوه الباتش مو اللي فات اللي قبلوا اللي سووا فيه المانا تشينجز كان اللي فات ولا اللي قبله ثمانية فاصلة تسعة ثمانية فاصلة تسعة ثم نغيروا موضوع المانا موضوع المانا موني يقول لك فيكتور خسر كثير من الدامج حقه فحاولوا يرجعوه شوية دامج بسيكلي الـ Q صار الدامج الدستار دامج حقه 20-40-100 صار 20-50 في لفل اثنين وفي نهاية الـ Game الآلتي زودوا الـ Ratio حق الدامج حقه هبب إيش معنى الكرام هذا؟ معنى ذكتور ما زال في بداية الـ Game عندهم المشكلة موجودة متوفرة في الميد جيم صار أحسن في الليد جيم صار بكل بساطة زينزاو كلنا عارفين زينزاو من العالم اللي الزات مع التشينجز حقه 8.10 اللي هي حقه الـ Scuttle صار بقوة في الميد جيم زينزاو بدات في اللوار يلوز وحتى في المرة هاير يلوز زينزاو بيكون موجود تقريباً في أجيام مرة كثيرة على أساس على أساس الـ capability انه هو يضارب على سكتل وياخده قدام أي جنجل زينزاو في بداية الـ Game مرة كويس قدام جنجل مرة كتار يقدر يروح ياخد برايورتي على السكتل ويشيله منهم من دون أي مجنة فكل اللي سووه سووه نيرف بسيط التاك دامج جروث بدلاً ما هو 3.33 والسلو حقه الـ E بدلاً 50%-30% ما هتغير فيه ولا شيء هيبقى power horse ما زال مرة كويس إذا انت لوه يلو خده ولعب فيه زي ما تبقى الزائرة الـ E حقه الـ Rude Duration زودوها من 7.5 إلى 1 ما أظن التغيير هذا حيسوي دها أي شيء في الـ Game لأنه والله quality of life الماركسمن بيستاتس أجسمنتس هذي أول تغييرة كبيرة في الـ AD طبعا مسكوا الـ AD جميعاً مع عادة كوركي من يعرف ليش يمكن صاروا يعتبره كوركي ما صاروا يعتبره كوركي ما صاروا يعتبره كوركي ماركسمن والـ ADC بس في كل الحالات أهم شي سووه نقصوا كل ADC damage أربعة AD وزودوا الـ Health حقه كويه وزودوا الـ Health Growth ونقصوا الـ Health Region ونقصوا الـ Armor ونقصوا الـ وزودوا الـ هذا ما نال ADC حيبدأ أضعف من لفل واحد إلى لفل سبعة طبعا نتكلم على base stats سيبوا الأيتم من لفل واحد إلى لفل سبعة هذا نيرف على جميع الـ ADC من لفل ثمانية إلى لفل ثمانتاش هذا بوف لجميع الـ ADC فاللي يسألني الـ ADCs أخدوا بوف ولا أخدوا نيرف اعتمد إذا الـ ADCs حيوصلوا بعد لفل ثمانية وانت طالع الـ Game ما خلص في خمسة عشر دقيقة yes it's an ADC buff إذا الـ Game خلص قبل خمسة عشر دقيقة الـ ADCs عدموا عديما بالطارع بكل الحالات هنتكلم على itemization نعم كلهم صار لهم تقريبا نفس التوية طبعا كل اللي شافة لتاك دامج حقهم نقص بيقال لك من خمسة وستين لواحد وستين هذا معناها لما تشيل الـ CS هتضطر تحسب حساب الأربعة هذه لا إيش رأيو تقاموا سووه؟ عشان ما يتغير عليك الـ CS الفينين حق الـ CS الإحساس حق الـ CS لو المينين بيقيلوا أقل يعني أربعة هلث توقيا يعني مو عشان الأربعة هذه لو ضربتوا بيقيلوا أربعة هلث هيحسبوا لك يا أخدتوا أوكي يعني هيكتلوا لك إياه فلا تشيل هم إنه تغيير هذا غير في الـ CS حق الـ ADC ما غير شيء أول تغيير أساس آه سوري بعد كده الحنترز مشتتي كومبنسيشن الباتش اللي فات الحنتر مشتتي سووا لها نيرف على الدامج حقها فقال لك جنغلرز كثير طاع عليهم يعني صارت عندهم مشكلة في الجنغلين فقام سووا لها كومبنسيشن عوضوا بعد الشامبيونز عوضوا ماستري آه الـ Attack Damage شو اسمه الـ Attack Damage عشان هو ماني فاكر شتاول هنتر مشتتي دووا The Bonus Attack Speed at Level 1 8% دووا دولهم Bonus Attack Speed at Level 1 8% Nocturne ديانا is getting a similar compensation but applied to her passive rather than her base stats نفس الفكرة أخذت ديانا آآ دووا دولها على الـ Passive حقتها مش على الـ Base Stats حقتها آآ Attack Speed فهذي compensation هذي تعويض حتسوي نفس الأعداء اللي كان يسويه أول مشتتي آآ أول Item Major Change نزلوا آتم جديد اسمه Storm Razor Storm Razor يا حبيبي طبعا الكوست حقه 3200 يعني ما هو رخيص Actually معناها رخيص مقارنة بالـ Offensive Items يعني Offensive Items زي Infinity Edge وزي ترينيتي كلهم 3700 3800 3600 هذا يعتبر رخيص شوية معناها The Tenable ممكن تجيبه أسرع حبتين إلى حد ما الـ BF Pickaxe Dagger 725 التاك دامج اللي اعتكيها 70 هذا مرة عالي أقل من التاك دامج كان نفس التاك دامج حق الـ Infinity بس الضحين زودوا 80 ويعطيك 30% Attack Speed وبعدين يعطيك Passive الـ Passive هذه اسمها Storm's Edge If you haven't attacked in the last 3 seconds إذا ما ضربت أي أحد في خلال ثلاثة ثواني Scaling down with Attack Speed إيش يعني؟ كل ما زادت للـ Attack Speed حقك كل ما قلّى الوقت هذا إذا عندك Attack Speed بيادة هذا الوقت حقها يقل إذا ما ضربت أحد لمدة ثلاثة ثواني الضربة القادمة Your Next Basic Attack مش الـ Ability الـ Auto Attack ففتكروا مو لما تسوي ability لما تسوي Auto Attack هتسوي Critical Strike يعني هتسوي ضربة حاسمة ولا ضربة قاضية وإيش ما تسموها لمية وستين في المية من هذا الـ Damage حقك لو كان عندك مية AD هتسوي مية وستين Damage زائد واحد في المية Per 1.5 critical script chance ماكس بتوان زائد واحد ضرب كل آه سوري زائد واحد لكل واحد ونصف كريت عندك في الـ Play Stats أو في الـ Stats وبعدين تعطيك 10% Speed 4 حوالي واحدة ثانية 1.75 إيش معنى؟ نعيدة ثانية إذا ما ضربت أحد لمدة ثلاث ثوانية الـ Basic Attack الجاية حتسوي damage أكبر وحبديك 10% مو في باسم من يوم ما نشوف كده إيش هنقول Item في crit Item في Attack Speed و Movement Speed معنى Item مرة كويس لجن طبعا الـ Item هذا Early Game Item والدليل فيه تقريبا نروح سعره في الـ Late Game يسوق يعني يصير يصير أسوأ كثير يعني يلوز اكبر اكبر طبعا فيها تمزح سن منه في الـ Late Game عشان كده يسوق الـ ADC الوحيد اللي يشوف و ينفى عليه جن مبدعيا ممكن أبغى قول أبغى قول لوسيان بس لوسيان ما ينفى عليه مرة كثير عشان الـ Passive حقته ما تضرب كويس الـ Passive حقته تضرب و هنا الفكرة انه و هنا الفكرة انه For Upfront Burst ايش يعني اول ما تجي تفجر آدمي وبعدين تقدر تسوي كايت مرة كويس بالعشرة في المئة لوسيان اي Champion AD Game Champion بالذات المفروض انه Storm Razer ينفى عليه جن انا متأكد انه ينفى عليه مية في المية لوسيان ما انا متأكد و ما انا شايف اي Champion ثاني ينفى عليه يعني بنفس الطريقة اللي هي إجرامية سيفر ما ادري ممكن ابني على سيفر كل السادسة اللي موجودة تنفعها Attack Speed مرة كويس Attack Damage مرة كويس الكريت مرة كويس وأول ما تجي تضرب مرة كويس بس الـ Double حقتها ما تشتغل بنفس الطريقة هذه كيت برضو نفس الشي انا موش اطالع فيها كده اطالع ابني Storm Razer ولا ابني Essence River لكيت فاهمني لانه كان عندنا ثلاثة ايتمز دحين فلازم نختار منهم و لما نكمل الايتمز الثانية حنشوف انه والله فيه ايتمز تنفع لتشامبيونز احسن من ايتمز ثانية كلهم تنفع لهم الى حد ما بس فيه حاجات احسن منها إزريل ما يستفيد منها اي شيء لانه Dependency على الباسيكات و دائما ازريل لا تنسوا نضرب كيوز من بي خلين نكمل الايتمز البقية خلين نرجع نقول باست على التغييرات هذه ايش يفضل للادس من وجهة نظري برضو ويمكن نكون غلطان وصراحة حاول تدور ما نشايف معلومات كثيرة الحين لان الناس كلها ما هي فاهمة ايش صاير وكلهم بيحاولوا ينظروا اوكي فانا حديكم وجهة نظري ونشوف الانفينيتي ادج غيروا الشكل حقها الجولد حقها زاد من 3400 ل 3700 بي اف بي كاكس صارت بي اف صورد و بي اف صورد اثنين اوكي و 1100 جولد تاك دامج صار 80 شالوا الباسفز القديمة وضافوا باسف جديدة دابلز يور كريتكال سترايك شانس يعني عندك كريتكال سترايك اول كان يديك هو 20 يديك اش اسمه مو بونس كريت كان يديك 20 كريتكال سترايك دا حين ما تديك كريت هذي كايتم ما تعطيك كريت وعشانها ما تعطيك كريت والباسف حقها دابلز يور كريت شانس اكبر غلط تسويه انو انت تشتري انفنتي اج اول ايتم ما في ولا اي دي سي اف اف اكتفلي افشنتلي ولا اف اكتفلي استفيت من الايتم هذا الين تشتري كريت اول يعني تشتري بي اف رجعونا الايام زمان اشتري بي اف اشتري زيل بعدين كمل انفنتي اج اوكي اذا تبغى تبني انفنتي اج كايتم اول ايه انا نعيد تاني دابلز يور كريتكال تشت سترايك شانس لو عندك 50% كريت على طول اشتري الايتم هذا حيصير مية في المية فهنا هيتكلم معناها لما تشتري زيل الايتم زي حيصير ام اي ضربة تسويها ضربة قاضية ولا ضربة حاسمة ولا كريتكال 15% منها 15% منها حيروح يعني سويت الف ضربة كده اوتو الف مية وخمسين منها هتجي ترو دامج مية في المية يعني هتشخل امه التانكس في الليت جيم اوكي المولة نتجهد لما سيحلها بغريد عشان يكون فيه اورن زودوا الستاتس حقتها ماهو ضروري مرة قليل النيتش اللي لعبوه بالطريقة هذي بكل الحالات ايش معنا الكلام هذا اول كنا نشتري انفنيتي اتش وزيل ايتم الاولى مثل رابد فاير ولا فانتم دانسر ولا استاتك شيف بعدين زيل التانية ايشتري زيل ايتم التانية عشان يصير عندك كم كريتشانس مية في المية سوري 20 30 30 في المية يصير عندك 80 في المية لحين لو اشتريت واحدة انفنيتي ايج واشتريت واحدة زيل ايتم هيصير عندك كم 16% لو اشتريت اتنين زيل ايتمز هيصير عندك 120% والكريتشانز الكاب حقه 100 بس المنظرين بيقولوا انه لو اشتريت اتنين ايتمز حقه Attack Speed وعندك واحدة Infinity Edge 20% حقه Attack Speed اللي هتروح عليك هتعوضها ال 15% Critical Strike الدامج اللي هتوح وافضل تشتري ايتم زيل تانية TPS wise من انك تشتري Last Whisper وهذا انا متأكد 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 ريوت حيغيروه لانه كذا EDCs كثيرة حيقولوا انا ما يحتاج ابني Last Whisper حابني Infinity Edge واجيب لي Rapid Fire Cannon وStatic Shive وبعدين حكمل ايتمز ما يحتاج ابني Last Whisper لانه انا 15% Pure Free Damage على كل التانكز فاهمين فهذه مبدئيا يعني حنشوف كيف الباتش حتمشي في الباتش صراحة لانه من يفاهم ايش كانوا بيفكروا لما نساوه زي كذا او انهم بيقولوا ال EDCs ما يحتاجوا ابني Last Whisper anymore اوكي فحنشوفها بعد شوي ال Essence River اتغير كليا كان ادي Critical Chance 20% كان ادي المانا المانا ما زال ادي مانا بس بطريقة مختلفة وكان اديك سترايك اظن هذي غلط مطبعي كان اديك CDR على حسب قد ايش كريتين ذك هذا غلط مطبعي اظن عنده هذي نفس نفس حقة ال Infinity Edge حطه هنا كان كل ما جيبت 10% critical strike ولا مدري كم تاخد CDR yes فدحين شالوا CDR ما فيها CDR هذا معناها كل الشامبينز اللي كانوا يختاروها في البداية عشان CDR ما هياخدوها Basic Attack Restore 1% of Missing مانا كل Auto Attack تسويها ترجيلك 1% مانا هذا معناها هتعطيك Sustain ما زالت كويسة للSustain احسن من اول للSustain لانها مور كونسيستن اول كان كل كريت تديك 3% دحين كل Auto Attack تديك After you cast your ultimate بعد ما تستخدم ال-LT ال-Attack الجي الأولى هتعطيك بعد 10 ثواني من ال-LT هتعطيك 8 ثواني 30% Attack Speed و 20% CDR لكل العبلة الثانية نعيدها تاني بعد ما تسوي ال-Ultimate عندك 10 ثواني Window أو مساحة وقت لو ضربت Auto Attack واحدة Auto Attack هذي بعدها حيجيك 30% Attack Speed وأي Auto Attack تسويها في خلال الثمانية ثواني هذول هترجع لك 20% of CD حق ال-Abilities حق حق sorry of Non-Ultimate مش حق ال-Ultimate حق ال-Non-Ultimate حق Q وال-W وال-E هذي 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 ال-Item تصرخ مين إن كان top lane jacks ممكن Riven برضو ما أدري ال-AdC شوية كوغمو حيصير مجرم في الباتش هذا ما أغير ولا شي في ريج بليت والدول وإسنس ريفر أظن أظن هيخرب أظن أظن ياخد lethal tempo وحيخرب أظن ف تنفع يعني أنا لو طالع في 0 دائما تنفعني على 0 بزاد في mid game لما تسوي لأنه ال-Sever لما تسوي الألتي تجري الناس فحت حتسوي team fight ووقت team fight حيكون عندك البوف هذا بس هاي هي أحسن item ولا لا هذا اللي ما أعلم بعد كده نطالع في last whisper last whisper أول كان تشيلد 35% من target bonus armor يعني من armor الزيادة مش من base 10% من total armor وبرضو حطوها للورز دومينيك وحطوها للمورت reminder وشان رجان slayer نفس التعديل هذا يرموها على الباقي طبعا هنا 10% هنا حيشير 40 damage و35% total armor penetration ثامنا يا شباب أفتكروا لما نشوف كلمة bonus معناها من items اللي يشتريها الشخص total معناها حتى من base status حقا إيش معنى الكلام هذا معنى last whisper صارت أحسن item ممكن يشتريها كل الassassins في top ريفن huge buff عشان تلعب بروزري assassiny للass whisper رينكتون اللي يلعب للass whisper ثالث item ولا الرابع item ولا ثاني ثالث item لأنه أول إيش كان لازم يصير كان لازم يكون عندك AD أكشري كان لازم الآدم اللي قدامك يكون عنده armor عشان تستفيد من هذا حين بداية الجيم فهذا الباتش أنا بقول بسبة الاتم هذي هنقول الباتش هذا صار باتش الassassins مش باتش الADC لأنه الassassins حيقدروا يخلصوا الجيم مرة بسرعة اللي اشتري الاس whisper من الassassins يقدر يكتر التانكس مرة بسرعة في بداية الجيم يقدر يكتر الADC زي الورق في بداية الجيم يقدر وهذا التغيير اللي أنا خايف من نصف يعني شوف تغييرين أنا مرة مستغرب ها يخلي الجيم يخلص بسرعة كويس بس طريقتهم صراحة مرة عن جهية الـ 15% true damage هذي والـ 10% total armor هذي هذي ما أدري إش هاي سوو فيها هل هيكمل ولا ما هيكمل ولا لا في كل حالات اش معل الكلام هذا التغييرات هذي للـ ADCs أحسن إيش Essence Reaver زي ما قلنا عشان غرابة الـ Passive حقته هذي ما تقدر يستخدمها إلا بعد الـ Alty فإحتمال كثير الـ ADCs زي اللي 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 Alty Reliant عشان يخشوا Teamfight ممكن يستفيدوا منها التوبلين زي اللي عندهم Alty Reliance برضو يقدر يستفيدوا منها زي ما أدريكم Jace Jax Infinity Edge طبعا على كل الـ ADCs صارت مرة ممتازة مرة ممتازة الذات اللي يتمدو على الكريت الـ ADCs اللي يتمدو على Rage Blade ما زالوا مرة كويسين إن كان كايسا ولا 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 باروس أمو باروس باروس شوية ما زال كايسا ولا التاني كوغماو ما غيروا فيهم أي حاجة فما زالوا مرة كويسين ستوم ريزر حتنفع على champions اللي عندهم بيرست مرة عالي صراحة ما فيها شوية لخبطة وحنشوف كيف نرجع نرجع يعني هنشوف كيف الباتش حيمشي عبل ما نعدل يعني عبل نشوف كيف البست itemization path لكل واحد في game باية الطريقة حيكون بعد هنشوف حيكون في عندك critical strike item تدود الgold وستحق البرولر من أي critical item زود average cost 600 400 600 clock of agility الزيل زودوها من 1200 إلى 1300 طبعا زاد rapid fire static shift و phantom dancer طبعا هذه مصيبة هذه مصيبة لكل create ADCs انه كل create ADCs شاروا اخروا power spike حقاتهم هذا معناها كل early game ADCs صار لهم buff يعني lotion صار له buff يعني gen صار له buff يعني sever صار لها sever لأنها balance في البداية كويسة في الليت مرة كويسة صار لها buff يعني sever ممكن من champions اللي استفادت من كل التغييرات هنا أنا أظن sever هترجع S تير السيزن هذا الباتش هذا هتصير S كيت هتبقى كويسة عشان infinity edge change واحتمال كبير تيرستانا عشان essence river change misfortune مش بطالة vain استفيد من storm استفيد من storm مرة كويسة vain أظن من champions اللي حيستفيد من كل التغييرات هذه يعني هذي buff vain إذا أخذتها بدري هذي buff vain هذه buff vain بصراحة ماني عارف إيش الأيتم اللي حتنفع لأي champion mf عشان early game champion storm razor حيكون مرة كويس بالنسبة طبعا اذا لها كريت مش الثالث هتنزل حتصير أسوأ israel بكرتوني israel هذه الأيتم مرة كويسة بالنسبة فترينيتي فورس طبعا أنا ماني عارف عنده ترينيتي فورس وعنده double tier built فإسنس ريفر احتمال يصير alternative باثله لأنه مرة كويس بالنسبة حيديده كل المانا اللي يحتاجها طول الوقت ما فيها كريت وال abilities حقته بيطلقها طول الوقت بيستفيد بعد ما يسوي الالتي حقته يخش all-in ويسوي الdamage المطبيع هذا بس عد ما هيستفيد من attack speed زي البقية لأنه يضيع damage كتير يضيع يستخدم ability اكتر بس برضو ممكن يستفيد من الكلام ازريل صار احسن الباتش هذا مرة كتير ليش لأنه حتى blade of the moon king نقص سير 3400 300 300 300 هذا الاتم ما زالت بره القيم ما magic resist 40 shield value 350 ثابت بعد 100% فهذا بف على ما مرة قويت guardian angel زودوا في سعرها 400 gold بس في نفس الوقت زودوا الارمر حقها 40 هذا نرف على البروزرز ولا ADCs الADCs اللي كانوا يحتاج اكشري ADCs متى كانوا يبنوها رابع خامس سادس ايتم فال400 gold ما هتفرق في نهاية الجيم ذات متش زي ما هتفرق في ذات الجيم هتفرق للناس اللي يبنوا اللي يبنوا guardian angel من بدري ثالث ايتم ولا ثاني ايتم البانار الكماند عشان الميتر اللي فات الغريب اللي خلى الميت كلهم يجيب ببانار الكماند عشان يسوي شف عشان قدام ه AP ما يقدر يشي البانار الكماند المينيون ما ينضرب من ماجيك ماجيك دامج فاللي سووه شعلوا الفكرة هذي كلها cooldown ريدكشن هذي تغيير مرة كبيرة عليها هذي حيأثر على البانار الكماند السبورت يعني فيه الناس كثيرة اظن بانار الكماند ما حت هيشتري ه لا فنيج اتغير اول كان تاخده ضد AP مرة كويس لا ما يفرق اي احد يضرب 70% من الدامج اللي جي اقل يعني تضرب 100 ياخد 30 بانار انهانست منيون سيكون سلايتي لارجر في الماب في المنو ماب الصغير ستشوف كده اكبر الالاي سيكون ناو سيكون فلوتي كومبات نمبرز من دامج دل تبانر منيون لما تضرب تشوف الدامج عليه هذا ماهو ضروري ايش معنا الكلام هذا معناها احتمال كبير معناها نشوف بانار في الميد لين ماهو سنشوف بانار ماهو سنشوف المنيون ديماتيريلايزر في الميد عشان بانار ماهو سنشوف بانار مرة تانية إلا في حالات محددة مع السابورت وفي حالات مرة قليلة مع التوب اكسلي حالات مو مرة قليلة يمكن زي ما قال زي السنة اللي فاتت لما كان يلعب هيمر دينقر توب زي زي روت ولا بانار ماهو في أي مجال تاخد بانار زي أول الشوريليا أخيرا أخيرا أنا كنت أشوفها على ميزي مرة كثيرة كنت أشوفها على أفلاد كل جيم فكونا منها زودوا عليها حاجة اسمها بيس مانا ترجع مانا مية في المية زودوا الجولد كوست حقها نقصوا الموفمان سبيد حقها والبيس مانا ريجين صار مية معناها ما تبنيها على تشامبيون ما عنده مانا أوكي يصلحوا بعض المشاكل اللي عنده عشان يخلوا الجنغلز الـ AP شوية يطلعوا في المرة زودوا العبرتي باور حقه تمانين والبيلد باث تغير حبتين صار في نجل كوست ومانا كريست التوتال كوست زي ما هو الرونز الـ فليت فوتورك نقصوا الهيست حقها 30% بعد ما تسوي لها تريجر كان يجيك 30% الهيست كان يجيك حاجتين ما نفكر اشي بس في كل حالات نقصوا من 30% إلى 20% البرسنت هيل on minions that minions بدل 60-30 عش 120 الرنج على الميليز و الهي لابلتي فزودوا الهيل تكة بس نقصوا الهيست 20% الهي الهي مني قافوا حاج جديد اسمه هيل هادي كيستون جديد هيل 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 attack speed for the first three attacks made against enemy champion لما انت ضرب واحد اول 3 ضربات هيجيلك من 50% إلى 100% attack speed يعني حتسويهم مرة بسرعة ما ادري مين هيشتريها ابدا فراح I have no idea no idea لو قلنا الادسيز ممكن الادسيز ياخدوها طبعا الميزة فيها if more than 1.5 seconds elapses between attacks effect lint اذا الauto وبين الاولى والاوت التاني كان ثانية نص هيخدفين hill of blades allow you to temporarily exceed attack speed limit يعني زي اللي تلتمبو يعني لو attack speed limit وصل هتعلم فلما اشوف هذي اقول هذي حق ADC حق ridge blade ADC حق كوغماو حق ام virus ما ادري مين بروزر ولا اساسين ممكن ياخد hill of blades صراحة ما ادري مين بس بس ADC معناها ما ياخدو ولا شيء من البرسجين لازم ياخد دومين لانه هذي كي ستون يا شباب هذي كي ستون هذي الاساسية الكبيرة حيصير تري دومين وبرسجين والبرسجين في حاجات مرة كثير احسن بالنسبة ل ADCs دان الدومين والله اعلم راح هذي ما ادري هذي حاشوف الالتوميت هنتر هتطالف فيها بعد شوية لانه اشي اللي صار شاروا الالتوميت هات من الشجرة هذي من السوسري وحولوها على الدومين وحطوا اسمها ultimate hat your ultimate gains 5% reduced cooldowns plus an additional 2% pair bounty hunter ستأخذ لما كل ما تسوي اول كان كل ما تسوي الالتي حقتك هنا تنقص الالتي cool down ده حين لا تأخذ 5% البداية وبعدين مع كل ضربة مع كل كل بتأخذ اثنين في المئة earn a bounty hunter stack in the first time you get a takedown on each enemy ستأخذ هذي ما ادري المين هذي سيكندري فممكن تأخذها العالم ما زالت تنفع ما زالت تنفع لكاسدين ما زالت لفز ما زالت تنفع لثلاث ارباع المينز اللي كانوا ياخده ultimate اسمه ultimate hat ما زالت تنفع عليهم كويسة واللي حلو فيها انه والله صار ده حين you can speak into something هيرنا مختلف تروح على الدومينيا سيكندري تأخذه السوسري نزود حاجة اسمها نمبس cloak هذي جديدة هذي ما هي ما هي صلاة النبي ما هي كيستون هذي حلو الالتمة هات مو طبيع نفس الشكرا كل الشامبيونز اللي كانوا يأخذوا ألتميت هات مبس كلوك كويس لانه ما حيحتاجوا المانا رينك أصلا أي تشامبيون برضو ممكن داريس فعلا أي تشامبيون برضو ممكن على كوغماو يجي له بموفمت سبيد مو طبيعي يسوي كمية خايت مو طبيعي حدف لنا دائمانش جديد التعديلات اللي سواء البعدش هادة إشارات طرى والله حلوة مش بطالة amazing الانسباريشن الديمتريالايزر الانيشيل ديلي يبدأ تقدر تستخدمه عاد 155 ثاني 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 التورت دوروبيلتي الانهيبتر تورت هلث سارة 3300 الانهيبتر تورت هلث سارة 2700 بعد ذلك تخلص القيم أسرع ضعفوهم هدول بس غيروا طريقة الهلث ريجان حقهم الانهيبتر تورت والتورت حق الانهيبتر تورت حق الانهيبتر تورت بعد ما تضروفهم يرجع هلث كان يرجع هلث كل خمسة ثواني دا حين خمسة تأشير كل خمسة daar قسموا التورت هلث اثلاثة ثلاثة ثلاثة 330 إذا وصلتو 800 حي يرجع الـ 1000 التورتت التورتتين اللي هم الـ Inner Turrets الثاني الثالث أو الرابق الداخليين أول الثاني Bounty Changes Last Patch We're looking to decrease the number of our game And allow players who are large impact And allow players to be impersonal برجعو The Snowball Effect انت Split Pusher شلت التور و اللي جنب التور ياخد Gold أكتر من التيم كله فهذا معناها هالسبلت بوش هيرجع بقوة في الماتشاب هذا معناها ببوف لكل سبلت بوشيرز رينكتون، ترندل، جاكس، ريفن، جيس، شن، اي سبلت بوشير مين سبلت بوشير، يشيل التور لحاله هياخد جولد اكتر هيقدر يشتري اكتر مية وخمسة ومين جولد سبلت امونج نيرباي شامبيونز لحين القريبين جنب التور هياخد تلتمية زيادة والبعيدين بدل ما ياخدوا مية وخمسة وعشرين هياخدوا مية طبعا تلتمية تتقسم على المجموعة اللي موجودة، إذا انت الحالك تاخد تلتمية، إذا انت اتنين كل واحد ياخد مية فليت بوشير كلهم، بوف، هذا معناه تجيب باور سبايكس أسرع، يتخلص الجيم أسرع أنا مبسوط من الشينجز هدي كلها لانه يتخلص الجيم أسرع، بس عدموا أم الأي دي سيز، اللهم لازم يتأخروا زيادة عشان يفوزوا، فمن يفاهم إيش ريوت بيسهو الجنغل بارل ناشر لما سواهو لبوفة باتشا اللي فات ادوا له بوف مرة جامد فقاموا خففوه شوية، وكل بساطة السكتل كراب الريسبون تايم كان في مية وخمسة وتلاتين صار مية وخمسين أخروه تكة 15 ثانية في بداية القيم سيفرق عشان ما أحد يروح أول عليه يدكتره على طول، أكشري ما أدري إيش هيفرق في الجنغل باثين لأنه لما الأول يعني احتمال مع التعديلها هادي لازم شيل الكامب الأول الكامب الثاني بعدين سكتل ما حتكر شيل سكتل على طول الشراين دوريشن زودوها من 75 إلى 90 ثانية شعني شراين بعد ما تقتلوا يطلع يجلس كان يجلس 75 ثانية ده حنجل 60 ثانية الجنغل مونسترز سارو يغطو اكس بيز شوية زيادة مش في بداية الجيم بعدين ما تغير البداية الحقدر اللاست سيت اسيستنس ديس السولة لهذا اللي قلت لكم عليها أول لو كان باقي على الهلت حق المينيون أربعة هيصير حدو كياب بلاش ايرام ما طالع في كلام هذا الارياز وردد دينجر assist me caution things sound now change depending on how far they are listening player كيف ما تسوي الping إذا واحد تسوي الping جنبك صوته أعلى إذا واحد تسوي الping مرة بعيد في الجهة الثانية صوته حتى بإدنك حتكر تفرق في شي جنبك مرة خطير في شي مرة بعيد ملوها هل تترى instant feedback report cards are getting some spring cleaning so we added a pair game tab for chat logs made it more clear when chat 3, mid or post what صليهم level up rewards prestige emotes هذا لما تلبل تأخذ حاجات نزل dark waters ديانا. نازل دارك ووترز فلاد. نزارة الكرومة حقتهم. واللي بيسألني عن ايرام. غير ايرام حتكون الموضل الجديد حقه هذا الموضل الجديد حيكون شغال من اليوم الين جون تمنطاش. بالشكل الجديد هذا. في حاجات جديدة مختلفة بس في اليفنت هذا اليفنت هو الين 18 جون. وبكده نكون خلصنا باتش نوت 8.11. شاء الله تكون صحة وعافية. شكرا ما قصرته. لا اعجاب الفيديو سوي شير وسبسكرايب. ولا تنسى انو انا عندي بث يومي في التويتش فقط. الجدول موجود في قناتي في تويتش. دينك حق تويتش موجود تحت في الدسكريبشن. شكرا ما قصرته. شكرا ما قصرته. شكرا الله في الفيديو الى اللقاء. السلام عليكم. موسيقى 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 موسيقى